كيما قلت في الزيت زيتونة والناس كل تطلع ربحة نسبيا سي بورهين حكة تماطم تطلب 6 كيلو ويتكلفه بـ 19% ويش الحكة هي متاع تماطم تويكة بـ 950 مليم قاعدين يشرفها منزوز مصانع معروفين الكلفة التصنيع متاع حكة تماطم بـ 800 جرام في حوالي 600-650 مليم في المعمل الكارفونة بـ 100 مليم وتوزيحها في كامل الجمهورية يعني هو تكلفه قداش كله أنا حسب اللي نعرف وأنا شخصيا هذا مش معنى ما يهمش لتحاد تونسي في لحو سيد بحي أما أنا شخصيا الرأي اللي إنه الكلفة متـ 3900 للـ 4000 كلفة حق تتماطم يكون فيها هامش ربح للمصنع وهامش ربح للتجار التفصيد وتتباع بـ 4200 يعني أسعار عادية ما لا توه هكا توه بعد تدخل سيدري الجمهورية وزيارة سيدري الجمهورية وهبطت الأسعار من 3750 ووليت للـ 4200 أنا الرأي ديك الأسعار العادية جاء ربس يا نيس هذه ذاكينة دي عادية واللي حنبثين هو 40 ألف وانتوما خسرين عادي والتجيج والسكالوب بتقريب 19 ألف وعادي والكاب عظم بـ 380 فرنك وعادي تو كان جدتوما ربحية مش مشكل أما المستالك خسر وانتوما خسرين شكورنا موقعنا مسالك التوزيع يا سي نجيب نحن في داخل الاتحاد على الأقل من 2013 ونحن ننادو إلي أنه اليوم أزمة البلاد هي مسالك التوزيع انتوما دخلوا انتوما الفلاح الفلاح دخلوا 10% بالإنتاج لسوق الجملة 10% بالإنتاج دي يدخل ما عدش نجو لسوق الجملة سي نجيب ما عدش نجو لسوق الجملة معناش 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 الأمكانيات المادية إلي باش ناخدو سيارات وإلا باش نسيبو سوينينا معناش هوامش ربح أيها أنا نخدم بالاخسارة اليوم شديد نسيب سانيتي ونجيب سي نجيب سوق الجملة بينك وبينك وبينها حوالي خمسة دنانير في تقدير الليترا هو قال لك الأقل شي تتباع بتلع اشتركوا في القناة